اذا كنت تريد ان تعرف الفارق ما بين النادي الاهلي كمؤسسة رياضية اجتماعية ومؤسسات اخرى في البلد هنا مؤسسات رياضية اخرى في البلد هنا بتعمل ايه ايه المقدمة او ايه كلمتين اللي انا بقولهم دول انا بقولهم الحقيقة لانه دائما النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي خلي بالحضراتكم دائما النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي بشرف مصر في كل مكان هذا الشعار اللي امام حضراتكم النادي الاهلي ونسر النادي الاهلي من 1907 وحتى الان النادي الاهلي دائما ما يشرف مصر في كل المحافل الدولية عندما يرتبط اسم مصر في اي محفل دولي رياضي يخص اي شيء جيد واي شيء محترم دائما اسم مصر واسم النادي الاهلي اسم مصر واسم النادي الاهلي وعلم النادي الاهلي علم مصر وعلم النادي الاهلي هو ده اللي احنا بنتعلمه وهو ده اللي احنا بنشوفه بلاش بنتعلمه عشان دي بتدايق بعض الناس لكن هو ده اللي احنا بنشوفه دائماً من النادي الأهلي ومن مجالس إدارات النادي الأهلي المختلفة مرة تانية لما بتيجي يتم إقران اسم النادي الأهلي بأي شيء دولي بتجدى الاحترام الأمور تدار بشكل جيد كل حاجة حلوة طيب كلاتنبرج رحل كلاتنبرج رحل ولكن النهاردة كان فيه اجتماع طارق في اتحاد كرة القدم أنا حربط لحضراتكم الكلام بتاع كلاتنبرج ده وما يخص كلاتنبرج والفارق الكبير حتى في التعامل احنا ياما جالنا مدربين أجانب أخرهم سوارش اللي انتهى عمله داخل النادي الأهلي بشكل البعض افتكر من الممكن أن يكون هناك مشكلة ما بين ريكاردو سوارش والنادي الأهلي بسبب قسر المدة طبعا ولكن الراجل طلع من اسبوعين ثلاثة عندما تم اختياره رجل العام أو مدرب العام في البرتغال قال أنا بشكر نادي ألفز والنادي الأهلي المصري على الاحترام اللي أنا شفته على التعامل المحترم اللي أنا شفته فده تعامل النادي الأهلي مع المصريين ومع الأجانب خلي بال حضراتكم لأنه النهاردة كان فيه اجتماع طارق في اتحاد كرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام للبت في استقالة كلاتنبرج بالمناسبة الاستقالة دي كانت عن طريق الإيميل وتمت بناء على اجتماع مبارح من خلال زوم ما بين كابتن حازم إمام ووكيل كلاتنبرج اللي قدم أسباب الاستقالة أول سبب أول سبب هو كان عدم حماية كلاتنبرج أمام الهجوم والإهانات وتشويه الصمعة اللي تعرض له من مسؤول أحد الأندية وقناة أحد الأندية مش إسلام اللي بيقول ولكن كلاتنبرج في أسباب عدم استكماله عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم السبب الثاني التدخل في عمله وتغيير حكام مباراة في الجولة السابقة من الدوري الممتاز السبب الثالث من وجهة كل الكلام اللي أنا بقوله ده من وجهة نظر كلاتنبرج السبب الثالث هو امتناع اتحاد كرة القدم عن تزديد راتبه الشهري بسبب الخلاف على مدة الأجازات بعد الكريسماس وكأس العالم أسباب تانية منها مطالبة كلاتنبرج بأشياء لم يتم الاتفاق عليها وقت التعاقد ولكن النهاردة ونهاردة الصبح اوقع تفتكروا ان أنا ممكن اكون مبسوط باللي بيحصل لإسم مصر في العالم كله النهاردة او في انجلترا تحديدا يعني اوقع تكونوا فاكرين ان أنا بشمت مثلا او حاجة من هذا القبيل ولكن احنا كلنا من اول كابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي قناة النادي الاهلي موزعين واعلاميين النادي الاهلي والناس المحترمة اللي بيتم سبها يوميا على احد الشاشات يوميا بيتم هذا الامر امام الجميع مصر كلها بتشوف بالمناسبة هي ما بقتش مصر بس هي بقت العالم كله العالم كله دلوقتي بيسألنا هو مين اللي بيعمل كده او ناس كتيرة جدا من انجلترا بتسألنا هو مين بيعمل كده مين اللي بيطلع يشتم في اساطير مصر مين اللي بيطلع يشتم في ناس مجرد ان هي بتدافع عن نديها مين اللي بيشتم وبيقول اي كلام في حاجات ما بتحصلش فاللي حضراتكو شايفينه ده احنا يا ما حذرنا منه ويا ما قلنا من خلال هذا البرنامج ويا ما تعرضنا للسباب وحنتعرض لسه خلي بالكم ولا حد يعني حنفضل نتعرض انا ما عنديش مشكلة ولكن انا هنا بدافع عن قضية انا بدافع عن بلد انا بدافع عن بلد وبدافع عن نادي من سبعين لتمانين مليون من بلد قوامها مية مليون يعني سبعين في المية او خمسة من سبعين لتمانين في المية مشجع اهلاوي فهنا انا بدافع عن هذا الامر فما عنديش مشكلة اللي عايز يطلع يسيب ويشتم ويعمل ويقول كذا ويعمل كذا والحاجات والافلام اللي بتحصل دي اعملوا ما عنديش مشكلة لانها كلها حاجات غير صحيحة وكاذبة طيب معظم الصحف والمواقع والشبكات الاعلامية في انجلترا النهاردة وفي اوروبا قالت ان كلاتنبرج تم اجباره على ترك منصبه في مصر بسبب تهديدات من رئيس احد الاندية وذكروا هذا الرجل بالاسم بخلاف تفاصيل التالية اللي هقولها لحضراتكم ولكن قبل ما اقول لكم التفاصيل بالمناسبة انا اتكلمت في التفاصيل دي قبل كده بس هقولها لكم مرة تانية اللي حضراتكم شايفينه ده دي شبكة البي بي سي مش قناة النادي الاهلي مش اسلام الشاطر مش مجلس ادارة النادي الاهلي مش محمود الخطيب مش اي حد من الناس دي لا دي ميرر البريطانية برضو مش هي كل ده مش حد من جمهور الاهلي اللي قاية الكلام ده اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ذا سان البريطانية توتو سفورت الايطالية يعني دي مجموعة من اكبر الصحف في العالم بتتكلم على هذا الامر اللي بيحصل ده كلام مسيء لسمعة كرة القدم المصرية وبيدي صورة مشوهة عن مصر الجمهورية الجديدة فيها غير كده تماماً الجمهورية الجديدة مصر كلها بمختلفة في شوارع مصر لما بتمشي بتشوف شوارع مصر تحس ان هي بقت افضل كتير من الاول الشعب المصري شعب محترم وبيحترم كل الناس اتفرجوا على قناة الاهلي طول الوقت بالرغم ما نتعرض له من من تجاوزات كثيرة جداً ولكن احنا بنفضل دايماً على عهدنا وعلى ان احنا بنتكلم قدام سبعين تمانين مليون اهلاوي ولكن مصر مش كده بسبب تصرفات غير مسؤولة من اشخاص من المفترض انهم بينتسبوا للوسط الرياضي في خطة ممنهجة ومعلنة وتقالت على احدى القنوات لتطفيش مارك كلاتنبرج ومش مسألة مارك كلاتنبرج كشخص ولكن فكرة وجود الخبير الاجنبي المحايد الذي لا يقبل الضغوط هي بالنسبة للناس دي هي فكرة غير مرفوضة فكرة مرفوضة لانه عايزين نرجع الاختواء مرة تانية عايزين نرجع الاختواء مرة تانية فنرجعه ازاي مش حينفع نرجعه مع كلاتنبرج لكن مش حينفع نرفع السماعة على كلاتنبرج آآ كلاتنبرج هو الكلام اللي انتي لانه ما بيفهمش الكلام دي ده كلاتنبرج لما لقى اتحاد كرة القدم مش بينفزوله اللي هو عايزه ما بيردش عليهم أساسا الزمن لن يعود للوراء ولازم اللي جاي يكون خبير أجنبي محايد أنا كان رأيي أني لازم تجربة كلاتنبرج تحديدا تكمل طالما مش كلاتنبرج يكون بديل أجنبي وجاهز وبسرعة لأنه على حسب معلوماتي اتحاد كرة القدم بدأ يتحرك في أكثر من اتجاه وبيستعرض سيارة ذاتية لخبراء أجانب لرئاسة لجنة التحكيم بس أنا أتمنى أن يخرج علينا اتحاد كرة القدم ويطلع يعتذر للشعب المصري عن فشله في إدارة أزمة كلاتنبرج ووصلتنا لللي احنا شايفينه دلوقتي في كل هاتلي الصحف فورايا هاتلي يا ساميل لو سمحت الصحف وهي بتتكلم عن رياضة مصر بتتكلم أن كلاتنبرج تم إجباره على ترك منصبه بسبب واحد واثنين وثلاثة واربعة وكلام ده في أكبر صحف العالم في أكبر صحف العالم خليها ورايا الصحف دي ودورها كل شوية لأنه كمان اتحاد كرة القدم لازم يقول للرأي العام حيحمي الخبير الأجنبي اللي حيجيبه إزاي لأنه لأنه اللي حصل مع كلاتنبرج ممكن يتكرر مرة تانية وأنا بقول لحضراتكم أنه حيتكرر مرة تانية طبعا واضح هو مين اللي عايز يطفش الخبير الأجنبي والسؤال الله يكون فعون برضو بص أنا أقول اللي لي والعلي الله يكون فعون اتحاد كرة القدم بصراحة لأنه هل بعد التصريحات الكبيرة جدا والرنانة ضد الرياضة في مصر في خبير أجنبي ممكن ييجي مصر بعد لو شاف أرى كل هذه الصحف وكل عنوين الصحف دي هل في خبير أجنبي حيقدر ييجي مصر أو حيرضى ييجي أتمنى أتمنى أنه يكون هناك خبير أجنبي وياخد من اتحاد كرة القدم كل الضمانات علشان يتم حمايته يتم حمايته من الإعلام بشكل عام يتم حمايته مش عايز أقول لحضراتكم لو عايزين تقولوا من البيت الكبير يا عام قولوا من البيت الكبير مفيش مشكلة لأن أنا عارف أنه حيلفوا الكلام علينا لكن مفيش مشكلة احنا ما بنغلطش الحمد لله